من جانبه وصف زعين تيار المستقبل في لبنان سعد الحريري الوضع على الحدود مع إسرائيل بالخطير جدا معتبرا أنه يشكل تهديدا غير مسبوق للقرار 17-01 والذي يدعو إلى وقف تام للأعمال القتالية والهجومية في لبنان وفي تغريدة على موقع توتر شدد الحريري على أن استخدام الجنوب منصة لصراعات إقليمية خطوة نحو المجهول تضع لبنان في مرمى حروب الآخرين وشدد الحريري على أن لبنان ليس جزءا من الاشتباك الإيراني الإسرائيلي وحمل الحريري أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية مسؤولية حماية المواطنين وتوفير مقاومة السيادة ومن الحدود الإسرائيلية اللبنانية معنا فراس لطفي ومن الحدود اللبنانية الإسرائيلية مراسلتنا دارين الحلوة ومن القدس ينضم إلينا مراسلنا ندال كنعنا أبدأ معك دارين هدوء إذن لبضعة ساعات الأخيرة كيف تبدو الصورة وماذا عن المواقف الرسمية اللبنانية نحو أربع ساعات من الهدوء يخرقه صوت الطائرات المسيرة التي تستطلع الأجواء اللبنانية وهي بالطبع طائرات إسرائيلية في حين أن أبناء البلدات الحدودية عادوا لإكمال يومهم بشكل عادي بعدما أطلق حزب الله من بلدة شوية التي سوف نشاهدها عبر الكاميرا من هذه السحفوح أطلق 21 صاروخاً باتجاه الأراضي الإسرائيلية رداً على القصف الجوي الذي نفذته إسرائيل قبل ساعات فردت إسرائيل فوراً بقصف مدفعي طال تلال شبعة وكفر شوبة وهي ستبدو معنا خلف هذه التلال مع العلم أن هذه التلال أيضاً وهي التي تبدو مرمدة في جانب كبير منها استهدفت من المدفعية الإسرائيلية أمس بأيضاً قصف مدفعي رداً على إطلاق الصواريخ من لبنان ليس هناك من استنفار يذكر على الحدود اللبنانية أقله في هذه المنطقة قد يكون الاستنفار غير مرئي لكن بشكل عادي هناك حياة طبيعية في هذه القرى اللافت أن أهالي شوية الذين أوقفوا عناصر حزب الله خلال عودتهم من عملية القصف قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويوقفهم ويصادر الشاحنة التي تحمل منصة الصواريخ بدأوا يشهدون حملة مضادة من قبل مناصري حزب الله على اعتبار أنهم ضد توجه حزب الله وهم تهموا بالعمالة من قبل هذا الجمهور ما دفع بزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى الدعوة للتهدئة الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذا قد يؤدي إلى فتنة داخلية أنتقل إليك فراس إذن الوضع لديك لا يختلف عن الوضع لدى دارين لكن ضعنا في صورة آخر التطورات في الساعات الأخيرة بالفعل لا يختلف كثيرا حالة من الهدوء تسود هذه المنطقة والحياة تسير بشكل طبيعي واعتيادي في التجمعات السكانية القرى والبلدات الإسرائيلية المتاخمة للشريط الحدودين وطل هنا على مقطع واسع من الحدود مع لبنان لا يوجد هناك ما يشير إلى استنفار عسكري إسرائيلي الأليات العسكرية الإسرائيلية كلها في ثكناتها وفي مواقعها ما جرى كما ذكرت زميلة دارين هو رد فوري بالقصف المدفعي والجوي على مصادر إطلاق النار الجيش الإسرائيلي في تقديراته قال بأن لا يوجد هناك في الأفق تصعيد ولكن في المقابل سيرد على كل مصدر لإطلاق النيران وقال بأن حزب الله عندما دخل إلى المشهد ورد على إطلاق السلاح الجو الإسرائيلي قذائف على أهداف قبل يوم من الآن قال بأنه رد لكي يعطي رسالة إلى الداخل بأنه هو من يسيطر وأنه يعني سيرد بشكل كبير إذا ما سعت إسرائيل لتغيير المعادلة المثبتة منذ سبع سنوات والتي تقابل الهدوء بالهدوء وأيضا قال الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله استهدف مناطق مفتوحة وهذلك في إشارة بأنه غير معني بالتصعيد الميداني أو بمواجهة مفتوحة وأن ما جرى ويجري في هذه المنطقة من الحدود هو محاولة من حزب الله ذراع إيران للفت أو لحجب الأنظار عن الخرق الإيراني الذي تقوم به من خلال استهدافها لناقلات النفط في بحر العرب وبكل الأحوال نحن نتحدث عن حالة من الهدوء تسود الآن لكن هذا الهدوء لا يمكن التعويل عليها والاعتماد بأنه هدوء راسخ مستمر قد يكون هناك قرار غير معلن حتى الآن من قبل دوائر الأمنية والعسكرية الإسرائيلية لرد مقابل على هذا الخرق الكبير الذي اعتبر تهديدا كبيرا وبسبب هناك أن حسابات سياسية لربما داخل إسرائيل ستدفع هذه الحكومة للرد بشكل مختلف كل ذلك تكهنات لا يمكن الاعتماد عليها وأيضا بالمقابل نحن نتحدث عن معارضة شديدة داخل إسرائيل تقوم في هذه الأثناء ومنذ صباح هذا اليوم بشن هجوم كبير على حكومة نفتالي بينة التي اتهمتها بأنها ضعيفة ولا ترد بشكل حازم دعني أنتقل إلى نضال ومعرفة منه آخر المواقف السياسية في إسرائيل وردود الفعل على التصعيد الذي حصل اليوم على الحدود مع لبنان تفضل نضال نعم كارولين عمليا منذ بدء هذه العملية هناك رسائل تطمين في إسرائيل بأن إسرائيل غير معنية بالحرب والتصعيد عمليا حتى أن وجود التسريبات هذا يعني بأن إسرائيل معنية بإرسال هذه الرسائل التطمينات للجميع إسرائيل غير معنية بحرب مفتوحة كما تقول المصادر العسكرية والسياسية في إسرائيل إنما إسرائيل معنية بالرد ومضطرة للرد إن صح القول هناك رسالة منذ الصباح يتم تدولها بأن إسرائيل سترد في الوقت والزمان والوسيلة المناسبة هذه الرسالة لا نسمعها كثيرا من إسرائيل لكن عمليا وجود مثل هذه الرسالة أيضا إمكانية الرد ليس عسكريا وإنما بوسائل أخرى هو تغيير لافت ما تقوله المصادر في إسرائيل بأن ما جرى على الحدود اللبنانية هو رسالة خطيرة لكن ما يهم إسرائيل رغم أهمية هذه الرسالة هو المرسل هو إيران هو النووي الإيراني وليس هذه المناورات الجانبية التي تحدث هنا وهناك على مساحة كل منطقة الشرق الأوسط شكرا جزيلا لشبكة مراسلين على هذه المعلومات